مدام انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي يبقى انت هتكسب من الفيديو ده ما يعادل الخمسين دولار شهريا وبكل سهولة وبكل سلاسة من غير اي مشاكل وبكل سهولة انا هعلمك شوية تركات هتكسب بيهم اه من الموقع بتاع النهاردة ومن الاستراتيجية بتاعت النهاردة ولو انت صاحب موهبة هتكسب اضعاف الاضعاف ولو انت من صاحب موهبة هعلمك ازاي تجيب الاصحاب الموهبة دول وتاخد الحاجة اللي عندهم وتخليها بتاعتك انت ويه برضو هتكسب منها فليكم معايا بعد الانترو اعلمكم ازاي تعمل الحاجات دي كل سهولة فليكم معايا بكم مرة تانية شباب درسينا النهاردة مع موقع بقلمك موقع بقلمك ده موقع جميل جدا وموقع يعني انا اضمنه لك شخصيا علشان اه يعني صاحب الموقع او ناس من مؤسسين الموقع يعني انا عرفه شخصيا ولو حصل لك اي مشاكل في الموقع مبدائيا كده عشان تبقى عارقة من اول الفيديو اللي مش هحصل لك مشاكل حصل لك اي مشاكل انت ممكن تيجي تكلمي وانا هحلل لك مشكلتك ان شاء الله طيب الموقع عبارة عن ايه موقع عبارة عن انك بتكتب مقالة اه مقالة قسيرة اي حاجة عن اي حاجة زي ما انتوا شايفين انا فيه بيتكلم عن العاب بيتكلم عن الطبخ بيتكلم عن اليوتيوب بيتكلم عن الربح من الانترنت بيتكلم عن حاجات عادية حاجات في البيت اي حاجة انت ممكن تتكلم عنها ودي الاقسام اللي هما بيتكلموا عنها ممكن يتكلموا عن حاجة تعليمية ممكن تتكلموا عن حاجة حول العمل حاجة عامة حاجة متنوعة حاجة تقنية حاجة صحية تسليئة والعاب وكزا حاجة ممكن تتكلم عليها في الموقع ده طيب انت در واحدة تكسب ازاي كل اللي عليك تعمله انك تكتب مقالة صغيرة. طيب هتقول لي انا ابعرفش اكتب انا ابعرفش انا في جو كتابة والجو ده ماليش انا في كتابة. هقول لك من غير ما تكتب يا عم انا هجيب لك هتجيب الحاجة كوبي بيس بس هنعمل شوية ركاية كتا عشان تكون الحاجة دي اه حصرية ومش منسوخة. علشان قوانين الموقع ده انك ما تجيبش حاجة من موقع تاني هو قبل ما يرفع المقالة بتاعتك بيكشف عليها في كل المواقع او كزا موقع. ولو لأ المقالة بتاعتك مكتوبة في حتة تانية طبعا هيلغي لك المقالة وممكن يقفل لك الحساب بتاعك. دي نقطة. تاني نقطة هي الزيارات الوهمية. ما ينفعش تجيب اي زيارات وهمية من او تفتح من صفح الخار فيه. الحاجات دي كلها ما تنفعش. الموقع هيتقفل بتاعك. والتالت حاجة بقى عايز اقول لكم على حاجة انا ما قلت لها الكوش في الاول. فلما انت وصلت لحد دلوقتي فاقول لك على انك تاخد بونس واحد ونص دولار. صلاة ما انت بتفرج علي دلوقتي. وهتسجل اه من اه الموقع بعد ما تشوف الشرح ده. فهتاخد واحد ونص دولار هدية. من الموقع اه من غير ما تشتغل من غير ما تعمل اي حاجة وهو يريد تاخدهم ازاي دلوقتي. طيب عشان نعرف بقى احنا نشترك ازاي او نبدأ اه نعرف احنا هنكسب ازاي تعاني نخش على اربح المال من كتابة من كتابة الان. لو جينا هنا شوية بديك شوية تعليمات وهنا برضو شوية تعليمات هنا بيديك بقى وسائل الدفع. وسائل الدفع هنا اه يعني وسائل اللي احنا بنستخدمها على طول اللي هي البيبيل او او الويسترين يونيون. طيب خمسلاشر دولار والبيير برضو نفس السعر ووسترين يونيون خمسين دولار. طيب عندنا سيم بم للبلاد الاجنبية عندنا آآ كندا اربعة دولار ويونايتد اربعة دولار ويوناتد كفتلات دولار وبقية الدول العربية اتنين دولار الدول اللي قدام حضراتكم دي اتنين دولار وبقيت الدول كلها معذرة الدول كلها بقيتها واحد دولار بس طيب اه الاسعار دي كلها على الالف زيارة يعني انت الف زيارة المقالة دي حاجة بسيطة جدا حاجة ضعيفة جدا يعني دي مش زي اليوتيوب لا المقالة تاجي لها زيارات كتير يعني مفروضة فهنا الحد الادنى ممكن تقولوا للحد الادنى كبير الحد الادنى صعب لا الحد الادنى مش صعب خالص الحد الادنى سهل وتقدر تجيبه بالطريقة اللي انا هدها لك وبالتركات اللي انا هدها لك النهاردة وكل سهولة من غير اي مشاكل طيب دلوقتي عام عبدالله احنا عرفنا ازاي هنكسب وعرفنا طريقة الموقع عايزين بقى نعرف ازاي نسجل في الموقع وازاي نبدأ ناخد البونس وازاي نبدأ آآ نشتغل في الموقع طيب هقول لك بكل سهولة هنيجي هنا على كلمة تسجيل الحساب هتدوس عليها دوسها واحدة هيفتح لك الصفحة دي هتكتب هنا الاسم الاول وهتكتب هنا اليوزر نيم بتاعك اللي عايز يظهر للناس على الموقع والبريد الالكتروني بتاعك وطبعا كلمة المرور مرتين وهتدوس تسجيل او ممكن تعمل تسجيل باي وسيلة من الوسائل لتحت دول وطبعا لما تعمل بالجيميل بتاعك هيقول لك تأكيد للجيميل هتبدأ تأكد الجيميل بتاعك وهيبدأ يتفاعل معاك والموقع هيفتح معاك. اول ما الموقع هيفتح معاك شعب هيظهر لكم الوجهة دي. دي وجهة علشان المستخدمين او الناس اللي سجلوا بيجيب لك هنا المقالات بتاعتك او آآ المقالات المقالات والزيارات اللي عليها آآ بالوقت مش بالمقالة قاسف. الوقت انت جبت النهاردة كام دولار وآآ جبت كام مشاهدة. وآآ والظهور بتاعك ظهرت كام مرة للمستخدمين. طيب آآ هنا في الموقع بيجيب لك الارباح بتاعتك طبعا وهنا متواصل التكلفة بالالف ظهور اللي هي يعني الناس اللي عارفة صار روابط كده زي كده. وهنا بيجيب لك المقالات. طيب اتا تقول لي دلوقتي احنا ما خدناش البونس ما خدناش البونس اللي اتا قلت عليه. احنا لو جينا هنا عند سحب الاموال. هندوس عليها دوسة بسيطة هنا. هيفتح معاك زي ما انت شايف كده. معاك بونس واحد ونص دولار. علشان انت مسجل من خلالنا. وآآ في الوقت ده. فطبعا آآ البونس ده هيخلص وقته كمان اربعة ايام او تلات ايام. كمان تلات ايام البونس ده هيخلص الوقت بتاعه. مش هتاخد بونس لو سجلت بعد التلات ايام دول. فآآ يعني خشوا وسجلوا بسرعة علشان تبدأوا تاخدوا البونس وتبدأوا تشتغلوا في الموقع كويس. طيب احنا الوقت هنشتغل في الموقع ازاي? اول اول حاجة هتدوس على كلمة المقالات وهتكتب اضافة مقالة جديدة. هتقول لي طب يا عام عبدالله انا ما انا قلت لك انا وبعرفش هيكتب مقالات انا ماليش في الموضوع ده. انا قلت لك انا قلت لك قبل كده ايه? انا هتديك المقالات من غير خلوسي عام ومقالات مجانية والحصرية وكل حاجة جميلة جدا. طيب هناخد المقالات ازاي? عندك تلات طرق. تلات طرق ممكن تاخد بها مقالات. اول طريقة معانا هي الترند. الترند بينتشر جدا جدا في الموقع ده. يعني لو جبت حاجة هتلاقي ناس كتيرة جدا بتخش عليها. يعني ناس يعني عادة اعداد ضخمة وبتحقق مبادغ ضخمة جدا 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 بالموضوع ده. يعني انت لو دخلت كده هتديكم الموقع ده. الموقع ده جميل جدا جدا جدا. الموقع ده بيجب لك الحاجات اللي الناس بتبحس عليها حالا في اللحظة اللي انت فيها دروقتي. زي ما انت شايف هنا ناس بتكتب الكلام ده دروقتي واول ما هتدوس الكلام ده هيتغير او اللون بتغير زي ما شايفين اللون بتغير اهو. شايف? كده الشخص ده دس اليمتر و بدأ يتصفح. يعني الناس بتكتب الكلام ده دروقتي. يعني انت دروقتي لو جيبت اي كلمة من الكلام ده ا 하게 تشوف اكتر كلمة كلمة كده. خلينا ندوس على اي كلمة كده. اهو مثلا الكلمة دي ميت وش ووش. يعني مسلا لو جبت المسلسل ده وآآ فتحت اي مقالة من غير آآ فيديو هتكتب عليه مقالة بسيطة هتقول آآ المسلسل ده من اللي بيمثله فيه والمسلسل ده يعني ازاي تشهر يعني الحاجات دي الحشو اللي احنا بنعمله ده وطبعا المقالة هتبدأ آآ يعني يجي لها زيارات كبيرة جدا من غير ما انت مش ممكن تتخيلها غير لما تجرب يعني انت تجرب هتلاقي يعني هتنبهر بالاعداد اللي هتجي لك طبعا علشان هتجي لك اعداد كبيرة جدا جدا جدا. انا بقول لكم دي حاجة عن تجربة وحاجة آآ يعني عن ثقة. يعني الحاجات دي الحاجات دي هي اللي هتمشي معاك اكتر حاجة في التركات بتاعة المهار. طيب تاني حاجة مع ايه يا شباب? تاني حاجة معانا هي الموقع ده. خلصنا خلاص من موقع الترندات معانا الموقع ده. الموقع ده عبارة عن هي? الموقع ده عبارة عن نديك اكتر من ميء اكتر من مليون آآ مقالة ممكن تاخدهم وههوريك تركاية كده عشان نشيل الحقوق من عليهم وتبدأ منشورهم في موقعنا. طيب آآ الموقع ده بيتكلم طبعا في كزا نيتش يعني نتشاك كتير جدا. خلينا مثلا نتكلم في ندوس على كلمة زي ما انتم شايفين يا شباب موقع فتح معانا هو ودي المقالة عن مقالة كويسة ومقالة آآ كبيرة. طيب احنا دروقتي هنشيل الحقوق ازاي? وده حاجة اولى والحاجة التانية آآ المقالة ده دروقتي بالانجليز احنا مش فاهمين انجليزي. هقول لك الوقت. انت الموقع بتاعنا ده ممكن تضيف عليه مقالة انجليزي وممكن تضيف عليه مقالة عربي. عادة جدا ما فيهاش اي مشاجر. بس احنا اما عايزين نشتغل في العربي ما فيش مشكلة. انا هوريك ازاي ترجمها وازاي آآ تخليها عربي بكل صورة. طيب اول حاجة هناخد مسلا آآ انت طبعا هتاخد المقالة كلها بس انا عشان وقت الفيديو هناخد اي حتة الغيرة كده. هناخد الجزء ده من المقالة وهنروح بقى على الموقع الكنز بتاعنا. الموقع ده شباب موقع جميل جدا جدا جدا. الموقع ده اول ما بتسجل فيه بيديك فيه اتناشر كريدت مجانية. اتناشر كريدت مجانية تقدر تستخدمها. كريدت دي هتستخدمها في ايه? انا هقول لك في الوقت يعني اول حاجة هتيجي تحط المقالة هنا. تمام? هنا هتلاقي كلمة آآ كزا يعني بعد دي بعدها هتلاقيها اسم على طول. هتروح مسحة هنا. وكل ما تلاقي كلمة باي اهي. دي واحدة كمان هنروح مسحنة. وهنا واحدة كمان هنروح مسحنة. عشان دي بيقول لك الكاتب بتاع المقالة. احنا طبعا مش عايزين حقوق. فطبعا ناخد المقالة هنشيل من عندها الحقوق. بجيب هنعدل دي. طيب دلوقتي احنا هنشيل الحقوق ازاي من المقالة دي. عندك هنا تلات حاجات. هنا الموقع ده بيغير لك اه صيغة الكلام علشان الحقوق بتاعت المقالة بتشاهد. طيب انت دلوقتي عايز صيغة الكلام تتغير بنسبة قد ايه. يعني انت عايزها كويتها ولا احسن من الصيغة اللي موجودة دلوقتي ولا احسن حاجة ممكن تشوفها. احنا طبعا ممكن نخليها احسن حاجة بس دي طبعا بالكريدت. الكريدت لما قلت لكم هاوريكم دلوقتي ازاي تتخدموها. طيب يا شباب بعدين عندنا اللغة اللي احنا هنعيد صياغتها. اللغة اللي احنا آآ بنستخدمها طبعا انجليزي فاحنا نضطر الانجليزي. بس هو عنده هنا عنده الفرنساوي والاندونيسي والاسباني والالماني. طبعا انت ممكن تجيب اي لغة من دول وتبدأ تاخدها وتعيد الصياغة بتاعتها بكل سهولة. طيب علشان نبدأ نعيد الصياغة هندوس على كلمة سبين ارتكل. هيبدأ يحمل معك شوية بعدين يجيب لك المقالة آآ بعد ما اتعادت الصياغة بتاعتها. وهنا جاب لك بقى المقالة بعد ما اتعادت الصياغة بتاعتها يعني بقت المقالة زيرو في المية ما حدش استخدمها خالص انت اللي هتبدأ تستخدمها لوحدك. وهنا طبعا بيجيب لك المقالة اللي انت غيرتها وهنا بيجيب لك المقالة اللي هو الدهلة. طيب احنا هناخد المقالة دي كلها كوبي كده. انت طبعا هتعمل المقالة كلها بس احنا هناخد دي كوبي كده. وهنروح نفتح جوجل دوكيمونت. ندوس على الدوكيمونت. هنفتح جوجل دوكيمونت. فتحه طبعا هنحط مقالة بتاعتنا هنا. ندوس له كنترول بيه عشان نبدأ نحط المقالة. هيحمل معنا شوية ويبدأ يحط لنا المقالة. طيب احنا جايبين في جوجل دوكيمونت ليه? عشان جوجل دوكيمونت ننتجي هنا على ولو فيه اي مشاكل في او قصدي النحو يعني بالعربي او اه في الكتابة اه في الحروف طبعا هيعدلها لك وهيخلي لك المقالة مكتوبة بشكل احترافي وكويس. طيب احنا شايفين كده مقالة كويس ومفهاش اي مشاكل ومقالة اه الجرامر بتاحها كويس والسفيلينج كويس. هناخدها كنترول سي وهنبدأ ناخدها هنا في آآ ترجمة جوجل وهنقول له كنترول بي. هيبدأ يترجمها لنا بكل سهولة كده. كل اللي عليك تعمله دلوقتي هتاخدها كده كوبي وهتروح هنا هتعمل تمسح كل دول وهتبدأ تحط المقالة تاني. علشان يبدأ يعمل لك للعربي. هو الاول عمل شكل انجليزي دلوقتي هيعمل شكل العربي. طيب دلوقتي انت هتبدأ تشيل يعني مش مش كل الاوقات بيزهر لك الحاجات دي. لكن دلوقتي طالما ظهرت لك انت هتشيل الحاجات الزيادة يعني هو هنا هتطلق حاجات ماشي معقولة لكن في برضو حاجات زيادة ما ينفعش تقطها. فطبع انت هتشيل شوية الحاجات الزيادة دول. علشان آآ يعني منظر المقالة يكون كويس. وبعد ما تشيل الحاجات دي هتبدأ تاخد المقالة كده كنترول اي وكنترول سي وهتبدأ تروح عن عن الموقع بتاعنا هنا كنترول بي. وتبدأ تضيف لها صورة تجيب اي صورة عن المقالة. احنا مسلا بنتكلم عن خلينا نكتب هنا هيفتح لنا هندوس على عشان يبدأ يجيب لنا الصور اللي ممكن نستخدمها. وما تختارش اي صورة من دول. لازم تيجي على او آآ الاعدادات او اللي جنب اعدادات مش هكتمها بالعربي قوي. وهتيجي عند هتيجي عند تالت واحدة اللي هي اللي هي معلاجة حقوق او تقدر تستخدمها تاني. وهتبدأ تنقي صورة كويسة يعني مسلا نختار صورة اي صورة كده نجرب تفطها كده. زي ما انتم شايفين الصورة بدأت تحطط معنا. طبعا انت هتفطها في الاول خالص يعني فوق الكلام ده كله. علشان ما تكونش منزرها كده. وآآ تبدأ تنشر المقالة بتاعتك بكل سهولة وهيجي لها زيارات ان شاء الله وهتكسب مبالغ كويسة جدا من موضوع المقالات ده. هتبدأ تحطها هنا. وهتكتب هتدوس قصدي على تأكيد. وهتبدأ المقالة تضف معك. آآ آسف. الاول كان لازم نحط عنوان. نجيب اي عنوان طبعا على حسب المقالة. هنجيب عنوان المقالة وهنختار القسم اللي احنا هنكتب فيه. احنا كتبنا في قسم الالعاب او آآ الالعاب او التسليه والالعاب. هنكتب وصف بسيط علشان يزهر تحت العنوان. للمقالة هتجيب طبعا اول خاطرين تلاتة كده من المقالة وتبدأ تكتبهم هنا. وتبدأ تنشر المقالة. وكده المقالة بتاعتك تنشرت. وآآ يجي لها زيارات وتبدأ تنشرها على الفيسبوك. وانا هسيب لكم فيديو في الاخر يعني لو وصلت لاخر الفيديو. هسيب لكم فيديو بسيط كده. آآ بيظهر في اخر الفيديو ده. هيظهر لكم كده هتدوسوا عليه. هيفتح لكم فيديو ازاي تنشر على جروبات الفيسبوك بطريقة سهلة. ومن غير ما تتحذر. والبرنامج تنزيله مجاني هتنزله وهتبدأ تنشر على جروبات الفيسبوك بشكل آآ من غير اي مشاكل وهيبدأ يكتب لك هنا الارباح وبعد كده لما توصل لحد الادنى تقدر تسحب فلوسها. بدي الطريقة التانية اللي احنا قلنا عليها. ايه بقى الطريقة التالتة? لو انت عام واحد مش عايز تشتغل بترجم وبعدين تاخدها على بعدين بتاع ومش عايز تكتب مقالة عن آآ وتتعب نفسك. انا هجيب لك شوية مقالات. المقالات دي انت هتستخدمها بكل سهولة من غير اي حاجة. مقالات حصرية ومقالات آآ يعني كتيرة جدا تقدر تتخدمها ما فيهاش اي مشاكل. المقالات دي يا عام هجيبها ازاي? وانت هتسبب لنا فين? انا هسيب لك في الوصف بتاع الفيديو. هتبدأ تخش. هتبدأ تاخد هسيب لك لنك تحميل للمقالات. هتبدأ تنزله. وهيكون ملاك مضغوط طبعا. هتبدأ تفك الضغط هيجيب لك المقالات دي. المقالات دي يا شباب يعني اكتر من الف مقالة ممكن تستخدمهم. عندك 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 المطبخ والصحة وهندك حاجات كتيرة جدا 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 جدا. خلينا مسلا نخش على الصحة نشوف المقالات اللي فيها. زي ما انتو شايفين شايفين كم مقالة بس في الصحة بس. يعني انتو لو دخلتوا على اي مقالة كده هيجيب لك حاجات كتيرة يا شايفين مقالة كبيرة وممكن بك تقبل يعني انت حتى لو شغال على المقالة دي هتنفع معاك وتبدأ تحطها على وتبدأ تحط اعلانات ادسنس او تحطها على الموقع بتاعنا النهاردة وتبدأ تكسب منه ارباح كبيرة جدا من غير ما تتعب بقى دماغك ادسنس ومش ادسنس اه مستني البين كود ولأ ادسنس اه والارباح راحت والشركة الاعلانية دي اثرت يعني انت بدل ما تتعب دماغك انت حط المقالة بتاعتك هنا وهتبدأ تاخد الفلوس على طول. بس كده شبابة انا كده شرحت لك كل حاجة بدارسينا النهاردة واستراتيجياتنا النهاردة اتمنى جدا جدا تخش وتسجيلوا في الموقع ده تبدأوا تشتغلوا الموقع ده كويس جدا زي ما انتو شفته وهتبدأوا تكسبوا ارباح كبيرة جدا جدا من الاستراتيجيات اللي انا قلتها لكم النهاردة الموقع ده متاح في كل البلاد يعني كل البلاد العربية والاجنبية ممكن تشتغل عليه وعايزكم تكتبو لي تحت في الكومنتات البلد اللي انت بتابعني منها علشان في استراتيجيات جاية ان شاء الله وعايز اشوف يعني ايه البلاد اللي عايز استهدفها ايه البلاد اللي اقدر اه جمع منها فلوس كويس عشان اجمع لكل واحد اخلي كل الناس تكسب من كل البلاد اللي متابعاني على القناة شكرا يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته